المهمة كبيرة بس الهمم اكبر تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عاه الله في مجال العمل الانساني والتنموي والمجتمعي الهادث الى تغيير واقع العالم العربي انطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية بتاريخ الرابع من اكتوبر من عام 2015 ولهذا قام سموه باطلاق المؤسسة الجديدة والتي تضم اربعة قطاعات وهي مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة وتمكين المجتمع والابتكار كادات اساسية لتحسين حياة البشر ولهذا سعت المؤسسة منذ اطلاقها الى تحقيق التكامل والتنسيق بين المبادرات الانسانية والتنموية والاجتماعية التي كان سموه قد راعاها واطلقها على مدى السنوات الماضية وذلك بهدف تعظيم اثرها ومضاعفة طموحها وتوحيل اهدافها ورؤاها وبما يتناسب مع تحديات المرحلة التي يمر بها عالمنا العربي بل العالم ككل وتمثل المؤسسة اليوم وبعد عام على انطلاقها خطوة رائدة باتجاه مرحلة جديدة من العمل الانساني العالمي الذي اصبح يقاد حول العالم من مؤسسات عالمية انسانية ضخمة تتكامل فيها الجهود وتتوحد فيها الطاقات وتحشد فيها الموارد لتحقيق الاهداف وتماشئا مع هذا التوجه العالمي البناء تم اطلاق المؤسسة كمبادرة انسانية وتنموية ضخمة تهدف الى صنع الامل في المنطقة وتخدم اكثر من 130 مليون انسان في 116 حول العالم وتندرج تحتها 28 مؤسسة ومبادرة تنفذ اكثر من 1400 برنامجا تنمويا وبالتعاون مع ما يزيد عن 280 شريكا استراتيجيا ما بين مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص ومنظمات اقليمية ودولية هذا وتعمل المؤسسة ضمن اربعة قطاعات رئيسية مكافحة الفقر والمرض نشر المعرفة تمكين المجتمع ابتكار المستقبل والريادة اما ومن ناحية الاهداف والقيم فتهدف المؤسسة الى تحقيق ما يلي تحقيق الريادة في مجال العمل الانساني والتنموي والاجتماعي محليا وعالميا تعزيز منهج التميز في مجال العمل الانساني والتنموي والاجتماعي وفق افضل الممارسات العالمية الاشراف الاستراتيجي على الجهات الاعضاء على ان تقوم هذه الجهات بتقديم اللازم لتحقيق اهداف المؤسسة وضع الاستراتيجية والاطار العام لتحقيق التناغم بين الجهات الاعضاء وتوجيه اجندتها نحو القضايا الاكثر فائدة للمجتمع المحلي والعربي والانسان العالمي ابراز الدور الذي تعمله المؤسسة والجهات الاعضاء على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي لتعزيز ثقافة العمل الانساني والتنموي والاجتماعي تشجيع ثقافة العمل الانساني والتنموي في العالم العربي من خلال تكثيف الترويج لجوائز الحاكم في المجالات المختلفة وبناء حماس مجتمعي للمشاركة والمساهمة في رؤية سموه الانسانية تحقيق التكامل الاهداف الانسانية والتنموية لجميع الجهات الاعضاء بما يوضح اثرها العميق في مكافحة الافات الثلاث التي تهدد المجتمعات اليوم وهي الفقر والمرض والجهل ومن اهداف جديدة وطموحات كبيرة حتى عشرين خمسة وعشرين في مكافحة الفقر والمرض حيث سيكون امام ثلاثين مليون شخص سيتم وقايتهم ومعالجتهم من العمى وامراض العيون استثمار ملياري درهم في انشاء مراكز الابحاث والمستشفيات في المنطقة مليوني اسرة سيتم دعمها في اربعين دولة استثمار خمسمائة مليون درهم في ابحاث المياه في المنطقة ومن ناحية نشر المعرفة ومكافحة الجهل سيكون امام عشرون مليون طفل سيتم دعم تعليمهم في احدى واربعين دولة اضافة الى عشرة ملايين كتاب سيتم طباعته وتوزيعه خمسمائة مليون كتاب سيتم قراءته في برنامج تحدي القراءة العربي مليار ونصف المليار درهم سيتم استثماره في مبادرات تعليمية ومعرفية اما من ناحية تمكين المجتمع سيتم استثمار ستمائة مليون درهم في نشر ثقافة التسامح مائة وخمسون مليون درهم جوائز لتشجيع المبدعين والمثقفين والاعلاميين مليون مشارك في الجوائز والمتديات سيتم استقطابهم في مجال تمكين المجتمع خمسة وعشرون الف عنوان سيتم ترجمته الى اللغة العربية ومن ناحية ابتكار المستقبل والريادة خمسة مليارات ونصف المليار درهم استثمار في حاضنات ابتكارية خمسة الاف مبتكرا وباحثا سيتم دعمهم ورعايتهم خمسين الف من رواد الاعمال الشباب سيتم دعمهم وتدريبهم دعم تأسيس شركات لتوفير خمسمائة الف فرصة عمل اذا فها هي مؤسسة محمد بن راشد المكتوم العالمية بعد عام من انطلاقها ايمن مصبح قناة الظفراء